وبالحديث عن الوساطة الأمريكية وما يجري من تداعيات تلك الوساطة واستمرار عمليات التصعيد ينضم إلينا من القاهرة سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير قريدة الأهرام أهلا بك سيد أشرف معنا في هذه التغذية أهلا بك إذن الساعات المؤلمة تترى في هذه الأشهر ونتابع معك في كل مرة مأساة جديدة اليوم ونحن نتحدث عن هذا التصعيد الإسرائيلي في قصف بيروت وقصف الجنوب عموما وعمليات التوغل لا نغفل أن هوكستين المبعوث الأمريكي لوساطة التهدئة اليوم يهدد أو يعطي مهلة حتى الخميس المقبل للإسرائيليين واللبنانيين بأنه سينسحب من مسألة وقف اطلاق النار ولكن الملفت أن التهديد جاء مساون للطرفين فهوكستين يهدد المعتدي والمعتدى عليه بنفس الصيغة فكيف تقرأ هذا التهديد وهل هذا يؤشر أن موضوع وقف اطلاق النار بات بعيدا؟ يعني أولا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هوكستين هو جزء من إدارة بايدن من الإدارة الديمقراطية وهو يعلم أنه إذا لم يستطع الإنجاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة فلن ينجز أبدا لأنه يعني من المتوقع أن الرئيس الجديد ترامب سيأتي بمبعوثين كما يأتي بوزراء ومسؤولين وبالتالي يعني شبه المؤكد أنه هوكستين لن يستمر في مهامه وهو يريد أن يكسب وقت يريد أن يحسم المسائل الآن هذا من ناحية أخرى هو لا يجرؤ على أن يوجه التهديد لإسرائيل الكل يعلم يعني تأثير إسرائيل في الولايات المتحدة وغيرها ويساوي بين الطرفين المعتدي والمعتدة عليه وفي نفس الوقت هو يأخذ في الحزبان أن الوضع على الأرض في صالح إسرائيل وأنه إذا لم يتم حسم هذه المسائل الآن إسرائيل تقريبا تحقق أهدافها يعني حتى يوم الخميس الماضي كانت الأمور كلها تتم من خارج الأراضي اللبنانية القصف يتم التدمير الحرك لكن ما حدث في الخميس الماضي عندما استطعت القوات الإسرائيلية أن تقتحم جنوب الليطاني من منطقة كفار كلا في اتجاه ديرمي ماس وبالتالي قطعت الطريق بين النبطية وبين مرجعيون وبالتالي شبه فصلت جنوب الليطاني وتحاول أن تضغط الآن للوصول إلى مناطق أخرى مثل الطيبة والخيام وغيرها هذا يعني رسالة للبنانيين إن لم توافقوا الآن ستخسروا وأعتقد أنه معظم يعني الإطار العام للاتفاق كان يعني شبه متفق عليه بين الجانبين وهو القرار 1701 لكن كما نعلم إسرائيل ترفض يعني أن يكون هناك دور فرنسي في يعني توفير الأمن في جنوب لبنان في المرحلة المقبلة تريد أن يقتصر الأمر على حلفاءها وخاصة الأمريكيين هذا من ناحية من ناحية أخرى إسرائيل تحاول الضغط حتى يكون لها الحق في التدخل وقت ما شاءت في جنوب لبنان وبالتالي كل هذه أمور تجعل اللبنانيين يهتمون بالرد سريعا على هوكستين وربما الاستجابة حتى لا يعني تزيد إسرائيل من تعنتها وترفض الانسحاب من الجنوب وربما قد نصل إلى مرحلة تحاول إسرائيل في أن تجعل من منطقة جنوب الليطاني محور نتسريم جديد منطقة عزلة لأنه كما نعلم منطقة جنوب الليطاني يبلغ حجمها أو ساحتها ما يقرب من 850 كيلو عدد سكانها لكن هل يتسق الواقع في قطاع غزة مع الواقع في لبنان سيد أشرف يعني هذه أحلام إسرائيلية بأنها تجعل جنوب الليطاني كمحور نتسريم وبالتالي عزل الجنوب عن الشمال ومنع وجود أي قوات لا عسكرية ولا يونيفيل ولا شرطة وهذا ما تريده وهذا أيضا بالأساس هو تجاوز على القرار 17-01 بالتأكيد هو تجاوز على القرار 17-01 وهو احتلال سافر وهو اعتداء سافر والكل يعلم ذلك لكن إسرائيل يعني مهدت بشكل كبير جنوب الليطاني مثل هذا السيناريو من خلال أنها دمرت وأحرقت معظم الكرة هجرت الأغالبية من السكان الذين يزيد عددهم عن 200 ألف ومعظمهم أو 75% منهم من الحاضنة الشيعية لحزب الله وبالتالي يعني عندما تحول الجنوب إلى أرض محروقة عندما تهجر السكان تستطيع أن تسيطر حتى لو من الجو وإسرائيل لم تستطع أن تدخل بري في البداية في وجود يعني عشرات الألاف من السكان والقرى والمقاومين وما إلى ذلك لكن استغلت الشهرين الماضيين لكن لم تحقق حتى ساعة ذلك الهدف سيد أشرف أنت تعلم وحضرتك أفضل مني أن موضوع السيطرة على الأرض يحتاج إلى السيطرة على الأرض ليس الجو وحتى الساعة الخيام مثلا ما زالت عصية على جيش الاحتلال هذا يعني هذا كلام صحيح لكن أنا أقول لك على مخططات الإسرائيليين على أفكارهم أفكارهم أنهم طالما استطاعوا أكبر معظم الناس على النزوح في اتجاه الشمال وما زالت الصواريخ أيضا من الجنوب الذي الآن هجرت أهله يعني ما زالت هناك منصات يتم لإطلاق منها من ذات المناطق ومن المناطق ذاتها التي تم تهجير أهلها وهذا ربما ما يؤخر ويعرق ما تريده إسرائيل بالتأكيد يعني هو جنوب لبنان منطقة عصية جغرافية صعبة يوجد بها يعني أعداد كبيرة من الأنفاق والمواقع لحزب الله لكن للأسف إسرائيل تعتمد على قوة نيران هائلة وتعتمد على تدمير ممنهج ولعلنا نذكر أنها في بعض الحروب وخاصة في حرب 2006 استخدمت ما يسمى بالكربت بومبين بمعنى أنها كانت تقسم المناطق إلى مربعات تشبه السجادة وتدمر منطقة طلوة أخرى وعندما تدمر كل شيء وتحرق كل شيء سيكون من السهل أن تسيطر من الجو أو أن تقيم بعض النقاط في المناطق الحكيمة والمرتفعات لا أحد يعرف السيناريو ولكن هذا سيناريو مطروح في إسرائيل وسبق أن طلب به المتطرفون مثل بن جيفير وسومتريج بالحديث عن السيناريوهات سيد أشرف يعني ما الذي يخدم السيناريو الإسرائيلي لما يريد أن يحققه من موضوع السيطرة على جنوب اللبناني جنوب نهر الليطاني أيضا باستمرار حق بيروت بهذه الطريقة يعني الإسرائيلي يعتقد أنه الضرب الدموي المتواصل لبيروت يضعف أولا الروح المعنوية لحزب الله يضعف الروح المعنوية لللبنانيين وإسرائيل تعتقد أنه هذا أيضا يدمر ما تبقى من الاقتصاد اللبناني فيجعل البلد هشة أكثر يدفع المزيد من الناس إلى الهجرة وكذلك هم يدعون أن الأماكن التي يقصفونها هي مقار لحزب الله أو مخازن أسلحة أو حتى ادعى في بعض الأحيان أنه يقصف أماكن بها مخزونات مالية لحزب الله ومن ضمن ما رأيناه خلال عدوانه مؤسسة القرد الحسن وبالتالي هو يريد أن يدمر كل شيء معنوي ومادي اقتصادي وعسكري وإنساني ويريد أن يسبب في النهاية انقسام لبناني لبناني وربما يأمل في أن تشتعل الحرب الأهلية مرة أخرى أو يدفع بعض القوى اللبنانية للمساعدة والانضمام إليه في التخلص من ما تبقى من قوة حزب الله اشتركوا في القناة